قبل ما أدخل في مصر وموزنبيق ورؤيتك لمواجهة النهاردة سيناريوهاتها عايز أسمع رأيك لانطلاقة البطولة وإزاي شفت أنا عارف أنك تبعت مبارات لفتتاح مبارح وعارف أنك من المتحمسين كمان لمنتخب كودفور شايف فيه أنه عنده قدرة يعني للحضور والمنافسة ودي دايما حقيقة يعني تعودنا ساحل العاج يمكن مش من المنتخبات الحقيقة لقب كتير لكن دايما حضرة بنجمة عايز أشوف رأيك في انطلاقة البطولة والمستوى اللي تقدم سواء في مطش مبارح أو مطش النهاردة نيجيريا وغينيا الاستوائية بصوا الفكرة كلها أن دايما بيكون المبارات الافتاحية زي ما أنت تفضلت يا أحمد دايما بتكون مش يعني لسه السبات مش هو المبارات مش بتديلك أو البطولة مش بتديلك كل حاجة في أول 3-4 مطشات دايما المبارات الافتاحية لو نفتكر حتى بطولة 2019 اتخب مصر أول مبارات كسب زمبابوي 1-0 بالعافية السنة اللي قبلها 2017 منتخب مصر لعب قدام فرقة مالي وتعادل 0-0 السنة اللي فاتت خسر من نيجيريا وفي سنتين من التلاتة دول كان بيلعب فاينال فدايما مطشات الافتتاح ما بيكونش تقدرش تحكم عليها بشكل إيجابي يعني على الفرقة ولكن أنا زي ما أنت قلت أنا فعلا براهن على منتخب كودفار مش نوع حق اللقب ولكن يذهب بعيدا في البطولة لما يمتلكه من عدد كبير من الأسماء اللي بتلعب في أندية كبيرة في أوروبا أو حتى لو مش في أندية كبيرة اللعبة دي مؤثرة في أنديةها يعني لو جنا بصينا طبعا اللعيب اللي سجل هدف التالي مبارح كراس وده كان واحد من اللعيبة أنا عجبني جدا جدا يعني بتابع المطشات وبحب أختار من كل منتخب أو من كل فريق لعب لفة نظري عشان أقول للناس ناس بتحب الكرة يعني أولي عايز فرج على لعيبة اتمتاحهم أنا عجبني جدا جدا ألف سميدو من غينيا بيساو لعب كرة مايسترو خط نص ورشاقة وحرفانة ورؤية للملعب وقدر على أنه يقود يعني تيم ليدر يعني وعجبني كراس وطبعا مهاجم كودي فار مهاجم ما أعتقدش أنك ممكن تقارنوا بمهاجمين كودي فار الكبار لكنه مهاجم مميز جدا كراسو كان يناير اللي فات سنة اللي فات مارسل كولر كان طلبه وكان اللاعب نفس هو اللي رفض أنه يرحل عن أوروبا والمفاوضات توقفت من البداية لأن اللاعب نفسه كانت رغبته استكمال في أوروبا كان بيلعب في سنة تيان وكانت أرقامه جاهلة جدا مع سنة تيان السنة دي فريق ريد ستار قدر أنه يتعقد معاه في الصف اللي فات وحاليا هو هدى فريق ريد ستار في الدور السوربي وكان جاب هدفين في الشامبيونز ليج في مجموعة كانت بتضمه منشستر سيتي وليبزيج من أهم الفرق الموجودة هم اللي تأهلوا من دور المجموعات بجانب كمان لعيب زي جيرمي بوجا جيرمي بوجا أنا كنت متابعه من أيام ما كان في ساسولو في إيطاليا حاليا بيلعب فرين الفرنسي راح من ساسولو الأتالانتا أنا كمشجع يوفنتينو يعني فالراجل ده جاب هدت تلت أهدف في يوفنتينو قبل كده منهم هدف يعني لو أحي مش قادر يقول عليه مهين في مرمى بوفون كان هدف هو استغال أن بوفون عنده 42 سنة فسجل فيه هدف كان خراف في ساعتها فأنا كنت برضو متابع اللاعب ده لعيبة كتير من اللعيبة اللي حتى مشار كيتش زي ماكس جرادل في الاحتياطي ده لعيب من اللعيبة القدامة في فريق كوديفور زي سيرجي أوريل باكرايت اللي كان لعب في باريس سان جرمان سبعيد داوي أوريل طبعا أوريل لعيب احتياطي خصوصا نسينو جولا الفترة اللي خدها حسيت أنه مش ده سيلي مش هو أكير لا 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 هو بلعب في نوتينج هانفورست ومش أساسي كمان في نوتينج هانفورست الأساسي طبعا العيب كبير طبعا العيب كبير مع باريس سان جرمان وكان مع الجيل اللي خد البطولة في 2015 على غانا هو واحد من الأبطال السابقين في الجيل الحالي هو فرانك سي في منتخب كوديفور الحالي فبجانب منتخب كوديفور يعني حتى لا نطيل الحديث في كوديفور تحديدا يعني هيفرق معهم طبعا عامل الأرض والجمهور لو هنتكلم شوية عن حفل الافتتاح وبداية البطولة بشكل عامل هو حفل بسيط لطيف الأفريقية بشكل عامل تشوفت فيه أفريقية مش أكثر انت مهما كانت الدولة اللي بتصديف البطولة هو الطبع الأفريقي يعني شخصية الماما أفريقا حضرة بقى كنت في جنوب أفريقيا كنت في الكاميران كنت في السنغال كنت في كوديفور هي نفس الأجواء ونفس دي حقيقة بس طبعا يعني مع الفارق الكبير ما فيش حفل افتتاح كان بقوة وعظمة اللي كان في 2019 ده كان حفل افتتاح بيع عديد من الرسال دي حقيقة دي حقيقة والله يقارن فعلا بحفلات افتتاح كاس عالم ده هو تشبه فعلا بكده والناس كتير اتكلمت عنه في وسائل إعلام أجنبية مش بس إحنا اللي بنفتخر بيه هو حاجة من الحاجات اللي فعلا نفتخر بيها لكن بشكل عام هي البطولة بدأت في هدوء والمباران بارح خلصت زي ما كان الكل متوقع اللي ما كانش متوقع هو تعصر نيجيريا أمام غينيا الاستوائية منتخب محترم جدا على فكرة اتخب عنده من اللعيبة اللي في أكتر من مركز وبيجمع ما بين عناصر الخبرة والشباب زي كونج المدافع مثلا وفيكتور أوسي من أفضل لعب في إفريقيا مهاجم الفريق هو ضايع المكسب بالمناسبة النهارة ضايع هدف ما يضيعش النهارة ألكس أيوبي في وسلملعب فولهم أرسنال لعب إيفيرتون لوكمان لوكمان واحد من أهم اللعب هو مدومش ولا لعب محلي هو مدومش حالس حارس المرمى أعتقد تاني أعتقد الحارس التاني حارس مرمى من الحراس المرمى يعني من الثلاثة هو الوحيد اللي بيلعب في اللاعب لكن بقيت اللعيبة كلها مختلفة كل اللعيبة تلعب بره في أوروبا ولعيبة مؤثرة يعني واحد زي سامونش كويزي ما كانش لعب أساسي النهاردة هو بيلعب في ميلان الإيطالي وطبعا الإصابات اللي حصلت لهم دوفرس المهاجم وعدد من اللعيبة الثلاث لعيبة اللي كانوا تصوئوا وعمر وعمر صادق واحد من أهم اللعيبة برضو اللي يفتقدهم منتخب نيجيريا في البطولة لو قدرنا ويرجع أكيد هيكون لي إضافة كان الكل طبعا بيراهن على مبارات نيجيريا وغينيا بساو يعني لما هيفوز غينيا الاستوائية أن الموضوع هيكون محسوم في الجوالات التانية في ميل اللي هتأهل متصدر ولكن البطولة بدأت مصيرة بالتعادل ده يعني تعادل نيجيريا مع غينيا الاستوائية عقل حسابات هما الأربعة اللي لعبه هما في نفس المجموعة غينيا الاستوائية وغينيا بساو معهم نيجيريا وكولديفور بالضبط فده يدي أمل لغينيا بساو يدي أمل لغينيا الاستوائية أن هما ممكن يصنعهم فجأة وتحديدا أن البطولة بعدما أصبحت 24 فريق فأصبح أن فيه مركز ثالث ممكن يتأهل بثلاث نقط بس